مساء الخير شباب بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة ضبط إعدادات الـ IPTV على راوتر التاندة يلي بين إدينا رقم موديل هالراوتر هو الـ D301 V4 وطبعا أكيد رح نتأكد من دعم هذا الراوتر لميزة الـ IPTV ورح نتأكد من دعمه لبث هاي الميزة عن طريق الـ Wi-Fi بالبداية أصدقائي بوصل الراوتر على أي جهاز كمبيوتر عندي عن طريق كابل الشبكة ومن ثم بفتح أي مستعرض انترنت عندي على جهاز الكمبيوتر بدخل على العنوان الخاص ببرمجة راوتر التاندة عن طريق العنوان 192-168-1-1 وبالنسبة للـ User Name وال Password هنن الـ Admin Admin وهيك بكون دخلت لواجهة البرمجة الرئيسية في ملاحظة مهمة جدا أصدقائي هذا الراوتر مبرمج على إعدادات الانترنت حاليا والانترنت شغالة عليه إذن إعدادات الانترنت موجودة وليحنا شرحناها سابقا بالفيديو سابق عنا على القناة بتلاقو بإشارة الآي على اليمين أو على اليسار وبتلاقو كذلك الأمر بوصف الفيديو بالتالي هلأ لحنا مهمتنا فقط وضع إعدادات الـ IPTV بهذا الراوتر بنتقل بالبداية لعند تبويب الـ Setup وبنزل لتحت وبلاحظ أنه إعدادات الانترنت موجودة عندي بهذا المكان بالتالي أنا بدي ضيف سطر إضافي من الإعدادات اللي هو خاص بالـ IPTV بداية أصدقائي عندي الـ Default Route Selection بحطة Space Feed ومن ثم الـ VBI بحالة الصفر وبالنسبة للـ VCI بحطة 32 أما بالنسبة للـ Channel Mode بحطة PPPOE وفي عندي خيار الـ NAPT بحطة عليه إشارة صح كذلك الأمر خيار الـ IGMP بحطة عليه إشارة صح وبنزل شوي بالإعدادات لتحت لحتى أوضع الـ Username والـ Password لمقدمين من شركة الـ IPTV اللي مزودتني بالخدمة وكمان بنزل لتحت شوي وفي عندي الـ Default Route بحطة بحالة Disable وبعد ما انتهيت بضغط على عبارة Add يعني إضافة منلاحظ أنه ضمن الإعدادات أضيف عندي سطر زيادة وهو سطر إعدادات الـ IPTV منلاحظ أنه الـ VBI 0 والـ VCI 32 بضغط على عبارة القلم الخاصة بإعدادات الـ IPTV وبعدل هذا الخيار اللي هو Disable Bridge لـ Bridge Ethernet وبضغط على عبارة Apply Change اللي هي تطبيق الإعدادات بنتقل هلأ لعند تبويب Advanced وبدخل لصفحة الـ Static Route بهذا المكان في عندي عدة أرقام بدي أكتبها ومن ثم الـ Interface بهذا المكان باخد الـ BBB OE 2 اللي هي خاصة بالـ IPTV ومن ثم بضغط على Add Route منلاحظ أنه هدول الإعدادات نزلوا بهذا المكان برجع على تبويب Setup وبنزل لتحت شوي وبتأكد أنه إعدادات الـ Internet هون عندي للساعة تشغالة والإنترنت متصرة بضغط إشارة الدائرة بهذا المكان وطبعاً حددت إعدادات الـ Internet وليس إعدادات الـ IPTV وتأكدت أنه Default Route بحالة Enable أحياناً قد تقلب لوحدة لحالة Disable بترجع بتعدلها أنت لحالة الـ Enable وهيك بهذه العملية منكون أضفنا إعدادات الـ IPTV وهلأ سننتقل لتطبيق الـ IPTV ونتأكد أنه شغال مثل ما شفنا أصدقائي البث المباشر ممتاز جداً عن طريق كابل الشبكة المتصيل بالراوتر وهلأ مننتقل لأحد الجوالات لنتأكد أنه هل الراوتر بيقدر يبث ميزة الـ IPTV عن طريق الـ Wi-Fi هلأ منشوف ومثل ما أنا شايفين أصدقائي وبعد ما نزلنا التطبيق على الجوال منلاحظ أنه البث المباشر ممتاز جداً وما فيه أي تقطيع شايفين شباب؟ البث ممتاز وما فيه أي تقطيع بالتالي راوتر التيندى لبين إيدينا بيدعم ميزة الـ IPTV سلكياً ولا سلكياً شكراً لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكراً للمشاهدة